السلفادور تدخل موسوعة جينيس عن طريق بيتكوين بقيمة 21 مليون دولار تعرف على ذلك معكم رائد حاكم أهلا بكم وإلى التفاصيل خطوة جريئة قاوي 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 قامت بيها دولة السلفادور عشان تدخل التاريخ بتاع كتاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع أبوابه كأول دولة في التاريخ عموما تشتري عملات رقمية مشفرة بيتكوين بصورة مباشرة علشان تصبح أول كيان رسمي كبير بيتعامل مع البيتكوين عن طريق التجارة والتداول والإدخار وده في حد ذاته خطوة مهمة جدا وهتخلي السلفادور هتخلي ليها أسبقية في تعاملات البيتكوين بصورة كبيرة وأعلن رئيس السلفادور نجيب بقيلة أن بلاده اشترت ما يقارب 21 مليون دولار من عملة البيتكوين وده هيكون سبب في تعزيز سوق العملات المشفرة وصناعة التاريخ لأنه بكده أصبحت السلفادور أول دولة في العالم بتتبنى العملة المشفرة رسميا كعملة قانونية واشترت السلفادور أول 400 وحدة من عملة بيتكوين على دفعتين تقدر قيمتها بحوالي 21 مليون دولار بناء على قيمة البيتكوين في وقت الإعلان وده بعد سلسلة من التغريدات اللي نشرها بقيلة وقال بقيلة أن بلاده عندها خطط لشراء المزيد بالتزامن مع إعلانه عن أول دفعة من شراء 200 وحدة عملة بيتكوين وحصلت العملية دي في الوقت اللي بتدخل في السلفادور التاريخ كأول دولة عملت من البيتكوين عملة قانونية وبيخلي القانون اللي اتعمل مخصوص علشان السلفادور تشتري بيتكوين واللي تمت الموافقة عليه بأغلبية صحقة في يونيو عملة البيتكوين في نفس المكانة مع الدولار الأمريكي كعملة وطنية في السلفادور وقال بقيلة أنه عنده أمل أن المبادرة تعزز الاستثمار الأجنبي والشمول المالي وتخلق الوظائف وأنه هيتم استخدام البيتكوين لإجراء عمليات الشراء ودفع الدرائب وصعدت قيمة البيتكوين حوالي 2% يعني أقل بشوية من 53 ألف دولار صباح يوم ما اشترت السلفادور البيتكوين بعد تغريدات بقيلة على الرغم من انخفاضه في وقت لاحق بنسبة 3% وده بيعتبر أعلى سعر سجله البيتكوين من وقت انهيار سوق العملات المشفرة قبل حوالي 3 شهور قرار السلفادور باعتماد البيتكوين كعملة قانونية تسبب في جدل واسع وتساؤلات حوالي الخدمات اللوجستية سواء داخل البلاد أو خارجها وبتقول استطلاعات الرأي أن معظم مواطني السلفادور بيعرضوا الفكرة ونزل ناس كتير إلى الشوارع احتجاجا على التغيير وقال صندوق النقد الدولي أن القرار بيهدد صفقة مرتقبة له مع الدولة في الوقت اللي بيحذر بعض الاقتصاديين من ان السلفادور ممكن تبقى ملازل الجرائم المالية وفي مخاوف كبيرة بشأن التأثير البيئي المحتمل لعملة البيتكوين اللي بتستخدم كميات ضخمة من الكهرباء في تعدينها إلا أنه ممكن تعدين البيتكوين باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة وشعبية العملة المشفرة بين المجرمين بتشكل بس جزء صغير من المعاملات المالية غير المشروعة وتحمس في نفس الوقت ناس كتير للتغيير الجديد ده وكان بقيلة عبر عن أمله أنه يجذب مجموعة جديدة من رواد الأعمال إلى البلاد ومن الجدير بالذكر أن كل مواطن هينزل محفظة البيتكوين الحكومية شيفو هيحصل على مبلغ قدره 30 دولار لتشجيع التعامل بيها بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معاكم أنا رائد حاكم في أمان الله اشتركوا في القناة